اشتركوا في القناة اعزائي الطلبة أن تقوموا بقراءة القصيدة قراءة متماعنة وواعية حتى تمكنوا من فهم شرح الأبيض نبدأ بالمقطع الأول كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل كفكف دموعك هنا بمعنى امسح دموعك العويل هو رفع الصوت بالبكاء هنا الشاعر يبدأ قصيدته بمعاتبة الشعب الفلسطيني ويدعوه إلى مسح دموعه ويخبره بأن البكاء والعويل لن يفيد شيئا ولن يرجع ما مضى ويطلب منه هنا تحديدا بعبارة كفكف دموعك هنا يطلب منه التوقف عن التذمر التوقف عن الحزن التذمر والحزن لن يعيد شيئا ويدعوه لمواجهة العدو بكل قوة واستخدم هنا الشاعر أسلوب إنشاء طلبي بدأ به القصيدة وتابع أيضا بالأسلوب ذاته وهو الأسلوب الطلبي في البيت الثاني حيث قال الشاعر باهم توقعون في هذا البيت وانهض ولا تشكو الزمانة فما شكى إلا الكسول في هذا البيت يقوم الشاعر ويقدم الحل الحقيقي للأزمة الفلسطينية والسبيل لتحقيق النصر ولتحقيق الحرية هو النهوض والابتعاد عن الكسل والابتعاد عن التخاذل والابتعاد عن لوم الزمان ولا تشكو الزمان إذن الإنسان الذي يشكو فما شكى إلى الكسول الإنسان المتذمر الإنسان الذي يشكو هو فقط الإنسان الكسول بينما الإنسان الذي لديه عزيمة لديه إصرار لا يتوقف إذن هنا يدعون الشاعر للنهوض والبعد عن التقاعص لأن شكوى الزمان وتذمر لن يعيد شيئا ولن يغير شيء بالحال البيت الثالث واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل هنا واسلك بمعنى اتبع همتك هنا الهمة بمعنى القدرة الطاقة القوة السبيل بمعنى الطريق هنا يطلب الشاعر من الشعب الفلسطيني أن يبدأ برسم طريقه لتحقيق النصر بداية تحقيق النصر هو تحديد الهدف تحديد الطريق ويقول لا تقل كيف السبيل فطريق الحرية طريق واضح لا يحتاج إلى أن يبحث عنه أحد وهو طريق واضح للجميع ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل هنا يواصر الشاعر خطابه وحواره الذي يدعو فيه إلى السعي والمثابرة والشجاعة والتحلي بالصبر أيضا وفي البيت الراع والخامس هنا يقول الشاعر ما ضل بمعنى لن يتوه عن الطريق ذو أملا الإنسان الذي لديه أمل سعى الإنسان الذي يسعى ويعمل ويجتهد وحكمته الدليل الذي الإنسان الذي يستخدم الحكمة والعقل لتوشده لطريقه كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل إذن هنا مقصده نبيل بمعنى أن تكون غايته نبيلة ومن أسمى وأنبل من أن تكون غاية أو غاية الشعب الفلسطيني تحرير تلك الأرض المحتلة من العدو إذن هنا ربط بين الأمل السعي والعمل استخدام العقل والحكمة وأن يكون المقصد نبيل الهدف نبيل فبالتالي أي إنسان يتحلى بهذه الصفات كلها لن يضل ولن يخيب مهما كان مسعاه وهكذا نكون قد انتهينا من المقطع الأول أتمنى منكم جميعا دراسة هذا المقطع ومحاولة حل الأسئلة التابعة للمقطع الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف التاسع سنتابع معكم اللغة العربية ونتابع مع قصيدة كف كف دموعك الآن سنقبل شرح المقطع الثاني من هذه القصيدة في البيت السادس يقول الشاعر أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن هنا معنى أفنيت بمعنى أنهيت أضعت قضيت التوجع هنا بمعنى أو التأوه بمعنى التوجع التذمر يخاطب الشاعر في هذا البيت كل من أمضى عمره بالتذمر كل من أمضى عمره بالحزن كل من أمضى عمره بالتخاذل وقال له أنك أضعت عمرك وهذا التوجع والحزن والتذمر لن يعيد الأرض لك وهنا أيضا شبه الإنسان المتخاذل عن القتال بالمسكين الذي لا يقدر على شيء البيت السابع وقعت مكتوف اليديني تقول حاربني الزمن يكمل الشاعر خطابه وحواره مع كل إنسان متخاذل مع كل إنسان متقاعس واعتبره أنه جالس مكتوف اليدين وهذا الإنسان المتخاذل والإنسان متقاعس يقول حاربني الزمن أي بأنه يتهم الزمن بأنه هو من وقف ضده وهو الذي منعه من النصر وفعليا الزمن لا يقف ضد أحد والزمن لا يحارب أحد وهنا شبه الزمن بالعدو ولكن فعليا الزمن ليس عدوا الإنسان المتخاذل الإنسان المتهاون والإنسان المتقاعس هو العدو لنفسه وللآخرين ولوطني أيضا البيت الثامن يقول إبراهيم طوقان ويتابع حديثها ويقول ويخاطب الإنسان المتخاذل والمتقاعس ويقول له ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن هنا استخدم أسلوب إنشائي استفهامي يستفهم من كل إنسان متقاعس من كل إنسان متخاذل ويقول له إن لم تقم أنت بنداء الواجب إن لم تقم أنت بتحرير وطنك إن لم تكن أنت بالدفاع عن وطنك إن لم تكن أنت بفعل ما توجب عليك فعله ففعليا من سيقوم بذلك والعب هنا العب طبعا الإنسان الذي لديه سعي وأمل وطموح والإنسان الذي لديه قوة فعليا قوة حركية وقوة جسمية والأهم من ذلك الشجاعة لن يعتبر تحرير البلاد والأوطان والجهاد بالعبء الذي سيعتبره بالعبء هو الإنسان الضعيف الإنسان المتخاذل ويعتبره أنه عبء البيت التاسع كم قلت أمراض البلادي وأنت من أمراضها من هنا المرض؟ المرض هو الإنسان المتخاذل اعتبره بأنه مرض يفتك بالبلاد ويفتك بالعباد البيت العاشر يقول والشؤ معلتها فهل فتشت عن أعراضها؟ اعتبر الإنسان المتخاذل المتهاون الإنسان الذي يستمر بلوم الزمن والآخرين بأنه إنسان متشائم وهذا الإنسان اعتبره مرض واعتبره عرض من أعراض الأمراض التي تفتك في البلاد إذن الإنسان المتشائم والإنسان المتخاذل هما مرضان يفتكان بالبلاد ويجب التخلص منهم البيت الحادي عشر يقول الشاعر إبراهيم طوقان يا من حملت الفأسة تهدمها على أنقاضها هنا اعتبر الإنسان المتخاذل اعتبر الإنسان الذي يحمل الآخرين ويحمل الزمن ذنب ما حل به والإنسان الذي فقط يتكلم بلا فعل بأنه كالإنسان الذي يحمل فأسا ويهدم البلاد إذن هنا شبه الفأس بيد المتخاذل بالسلاح الفارغ من الرصاصات أو بمعنى الفأس الذي يهدم به البناء المقام بالفعل إذن هنا اعتبرهم بأنهم حمل وعبء زائد على الأمة أقعد فعليا أنت أيها المتشائم أيها المتخاذل أيها المتقاعس أقعد هنا أيضا عادل الأسلوب الطلبي يطلب من أولئك الناس أن لا يتدخلوا وأن لا يفعلوا شيئا ويطلب منهم فقط أن يجلسوا بعيدا فما أنت الذي تسعى أو يسعى إلى إنهاضها فعليا لست أنت بالإنسان الكفأ والمؤهل بأن تحرر أرض فلسطين فأرض فلسطين تحتاج إلى أناس يمتلكون الشجاعة والقوة والحماسة وانظر في البيت الثالث عشر يتابع حديثه مع الإنسان المتقاعس ويقول له وانظر بعينيك الذئابة تعب في أحواض يعتبر هنا أن الإنسان المتخاذل سيقف مكتوف اليدين ينظر فقط لليهود وهي تنهب في خيرات فلسطين وتأخذ أرضها تعب في أحواضها كلمة تعب هنا بمعنى تشرب الذئاب هنا قصد بها اليهود هنا الطلب من جموع المتخاذلين أن يجلسوا وينظروا لليهود فعليا وهم يقومون بسلب خيرات تلك البلاد طبعا هنا صورة فنية أخرى بأنه شبه اليهود بالذئاب الذين يأخذون خيرات فلسطين إذن في هذا المقطع الشاعر يحمل كل إنسان متخاذل ذنب ما حلى بفلسطين ويطلب منهم فعليا الابتعاد عن هذا الشرف اللي هو شرف الجهاد لتحلير تلك الأرض المقدسة أرجو منكم طلبة الأعزاء مراجعة شرح حتى البيت الثالث عشر وأطلب منكم حل الأسئلة من الفهم والتحليل صفحة رقم واحد وثلاثون أطلب منكم حل الأسئلة التي لها علاقة بالأبيات من واحد إلى تلتعاش دمتم سالمين السلام عليكم طلاب الأعزاء طلاب الصف التاسع اليوم بإذن الله سنجيب عن أسئلة المعجم والدلالة المعجم والدلالة صفحة واحد وثلاثون بدأ بالسؤال الأول السؤال يقول السؤال الثاني يقول عد إلى أحد المعاجم وتعرف معنا كل من المفردات الآتية نبدأ بأول كلمة وهي كفكف كفكف دموعك هنا من الكفكف أي رد الشيء وكفكف الدمع بمعنى رده أو قفه أنقاض من الفعل نقضة أي هدامة تعب بمعنى تشرب الماء دفعة واحدة من غير أن تتنفس يعني كالبهائم تشرب الماء شربة واحدة أو مرة واحدة طبعا نحن كمسلمون يجب علينا أن نشرب الماء كما وصانا الرسول الكريم على ثلاث دفعات طبعا بعد أن نسمي الله السليقة بمعنى الطبيعة السليقة بمعنى الطبيعة يعقد الزهر أي تضامت أجزاؤه فصار ثمرا بمعنى نضجة واستوى السؤال الثالث وظف التركيب الآتية في جمل مفيدة من إنشائك وهذا واجب بيتي أعزائي الطلبة أتمنى منكم أن تقوموا به بداية مقصده نبيل قلنا أن كلمة مقصده نبيل أي غايته وهدفه نبيلة وسامية كفكف دموعك كما تعرفنا أو قف دموعك أو رد دموعك مكتوف اليد أي إنسان جالس في مكانه بلا حراك ومحرك يديه بطريقة معينة أمل يلوح بريقه بمعنى أمل يظهر لمعانه من بعيد ننتقل إلى السؤال الرابع يقول السؤال استعن بالمعجب المتيسر لديك لتتعرف الفرق بين البكاء والعويل هنا البكاء من الفعل بكاء بكاء أي دمعت عيناه حزنا طبعا إنسان عندما يبكي يمكن أن يبكي وهو صامت فقط تدمع عيناه لأي موقف محزن يمر به بينما العويل العويل هو البكاء الذي يصاحبه صوت وصراخ مرتفع ولا يقال للبكاء عويلا إلا إذا صاحبه صوت مرتفع بالبكاء ترجمة نانسي قنقر